نهار دا يوم مهم جدا يفرد فخاني اسأل حضرتك يعني نرجع كمان قبل نهار دا اول يوم عايز اسأل حضرتك عن الاستعداد اللي سبقت اجراء انتخابات مجلس الواب خاصة كان فيه في الاول جدل حول اقامة اصلا الانتخابات يمكن حياتك بتشيري الى القضية اللي كانت مرفوعة لوقف الانتخابات نظرا لانها يعني كما قال رافع القضية انها التوقيت بتاعها كان مبكر شوية وده في الحقيقة حسمته المحكمة واقرت ما فعلته اللجنة العينية للانتخابات لكن الاستعدادات هذه المرة اصعب كثيرة من مجلس الشيوخ يمكن مجلس الشيوخ تم على مرحلة واحدة بنتكلم على عدد اقل بنتكلم على دواير مفتوحة بشكل كبير لكن في انتخابات النواب كما هي العادة دائما احنا بنتكلم على صراع خلينا اقول اقوى مرشحين كثر يعني يمكن بنتكلم على في دواير وصل فيها العدد لأكتر من اربعين مرشحة على كرسي وعلى مقعد واحد الوزارة الداخلية كانت البطل الرئيسي في هذه الاستعدادات لان احنا بنتكلم على مش فكرة اقامة الانتخابات فكرة تأمين الانتخابات فكرة تأمين الناخب فكرة تأمين المناطق الاستراتيجية وده مهمة بيشترك فيها القوات المسلحة مع وزارة الداخلية ويمكن الناس قد يبدو نظرا لي الامان الكبير الذي شهدته انتخابات الشيوخ ان الامور هادئة بس في الحقيقة الامور ليست هادئة تماما يعني فكرة انه انه الناس تبقى مطمئنة هذا لا يعني ان يكون هناك تراخي لكن فيه تحسب لاي خروج على الشرعية لاي محاولة من جماعة الاخوان الارهابية ومؤيديها ان هم يحاولوا يعكروا صفو هذه الانتخابات ويمكن علشان الصراع الكبير في بعض الدوائر هنلاقي فيه تكثيف امني كبير جدا وزارة الصحة من جانبها ايضا احتياطات كورونا وما شابه فيه جهد كبير جدا معمول في ده اضافة الى التوقع ما قد يحدث من مشاكل في هذه الانتخابات مشاكل صحية يعني فالعربات الاسعاف قطاع مرفق الاسعاف بالكامل جاهز لهذه المرحلة وزارة التنمية المحلية بالمحافظات التي ستجري فيها الانتخابات الاستعدادات في الحقيقة يعني مطمئنة الى الحد الاقصى انجاز التعبير اشتركوا في القناة